بهدف التوعية بأهمية تلقي لقاح كورونا نظمت جمعية الشباب الخيرية فعالية بعنوان لقاحك أمانك في مجمع ضحية قدسي الطبي بيري في ديمشق نحن بالجمعية موجودة عندنا تسع مراكز طبية متوزعة بكل المحافظات عم تعمل هذه التوعية وعم تعمل هذه النشاطات للتوعية أكثر على اللقاح حتى الكل إن شاء الله يأخذ اللقاح وإن شاء الله نكون بأمان بكل بكل تأكيد موضوع اللقاحات إلى أهمية كبيرة بمنع الانتشار ووقفة سلسلة انتشار كوفيد-19 طبعاً نحن بالمجمع الطبي عاملين مبادرة كاملة بإجراء اللقاحات بالإضافة لندوة توعوية من قبل الدكتور نبوغ العوى للأطباء لأهمية اللقاحات بالإضافة لخدمات المجمع التي ستكون اليوم مجانية للتشجيع على التطعيم باللقاح ضمت المبادرة محاضرة القهاء الدكتور نبوغ العوى وإعطاء جرعات من لقاح كورونا ومعينات مجانية إضافة لتقديم هدايا تشجيعية نحن معنا غير حل غير اللقاح فاللقاح زائد الكمام إذا ما حطينا كمامة ما منستفيد شيء الملقاح مو معناتنا ما بين عداء مصر سوبرمان الملقاح بين عداء بس تجيء أعراضه كتير خفيفة فائدة اللقاح أنه الأعراض تجيك تكون خفيفة ما تود بك إلى المنفسة ودخولها للمنفسة يساوي الوفاة قطعا ما في حد تدخل على المنفسة إلا النذر اليسير اللي قدر ينفد منها المنفسة هو الباب الأخير للوفاة قطعا مع الأسف فلذلك نحن بنأخذ اللقاح بسير أعراضه أقليلة السيطرة عليها سريعا ممكن تماما ممكن حتى من رح نعالجه بالبيت ما بيحتاج لمشفى وعلاجه خلال أسبوع برجاء لشغلة عشر تيام حبينا اليوم بمجمع ضاحية قد سياد طبي نكون متواجدين بنقطة اللقاح تابعة لوزارة الصحة لنشجع العالم أكتر على تلقي حدد فيروس كورونا يمكن في كتير مفاهيم خاطئة ضد اللقاح ولكن هلأ الدراسات الجديدة كلها بتشجعنا كتير أنه ناخد اللقاح لنحقق نسبة مناعة عند أكبر شريحة موجودة ضمن المجتمع وطبعا مثل ما حكينا أنه كأمراض مزمنة نحن بنواجه بالعيادة أمراض مزمنة أمراض سكري ضغط ربو فهدول المرضى إذا نصابوا بفيروس كورونا ستكون إصابتهم أكيد أشد هيحتاجوا لاستشفاء ولمنفسة ولأكسجة أكتر من المرضى اللي ما عندن أمراض مزمنة فنحن دورنا نشجع المرضى العاديين اللي ما عندن أمراض مزمنة بالإضافة اللي هن المرضى الأكتر خطورة هن مرضى الأمراض المزمنة على التطعيم ضد الفيروس استشفاء وعبء على المشافي الكبيرة اللقاح بشكل عام صار كثير كثير ضروري وأساسي يعني مثل المشافين صار أي إن الواحد بديروح عليها مضطر كمان يكون متلقح وبغض النظر يعني حتى لو ما كانت إجبارية المفروض لكل يتلقح وخصوصي الأعمار الكبيرة يعني صار لكل معرض للخطر وكل ما الفيروس عم يطور حاله فكثير ضروري وكانت هون فكرة كثير منيحة من الجمعية أنهن نعمل اللقاح هون أول شي خدمنا المنطقة كل اللي حوالينا وشجعناهن أنه هن يتلقحوا مشان يعني خلقوا مرضى المجمع كلهم يلي كانوا أطباء عم ينصحوهم يتلقحوا هن نعم يستصعبوا وصارت قريبة ومتناول يد فكثير ضروري يعني جو من الراحة والطمأنينة عند المواطنين الذين توفضوا لأخذ جرعات اللقاح ليؤكدوا أهمية الوقاية من المتحور كورونا وذلك بأخذ جرعات اللقاح